تاني حلقة في المسافات اهلا بيكم المرة اللي فاتت لو افتكرنا اخدنا المسافة الخامسة طيب انا ناخد بقى المسافة التانية بقى نارد لا انا هاخد المسافة الرابعة ليه بقى؟ لأن المسافة الرابعة سهل قوي احنا اخدنا الخامسة اما بتحرك خطوة جنبها على المسطرة وانزل نصف تون المسافة الرابعة بقى انا بنزل تحتها على طول طيب بالنسبة للوطرين اللي تحت الوطرين اللي تحت برضو نفس القاعدة بس الوطر التالت مع الوطر التاني اللي هو وطر السول مع وطر البي بنتحرك بس خطوة نص تون المسافة ديت لو احنا قلنا سي اللي تحتها ايه؟ ا اف سي ا اف سي ا اف دي جي دي جي اي 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 المسافة الرابعة ديت مسافة زريفة اونا هتديفتكر اللحن ده اهواك. لو انت فكرتها على طول في قونية اهواك اول حتة فيهم اهواك. اول جملة في قونية اهواك اهواك دي ربعة. بيسموها ربعة تامة برضو. اهواك. فيبي عندنا المسافة الخمسة والمسافة الرابعة حاجة بيسموها ربعة تامة وخمسة تامة. احنا قلنا ان الخمسة اولى دي قفلة بيسموها القفلة التامة. طب هل ممكن انفع لعب ربعة اولى? اه. بتلعب ربعة اولى دي بيسموها قفلة غير تامة. ربعة اولى. انما السول بقى. خلاص. خلص الكلام. القفلة التامة. والقفلة النصفة تمة. او الغير كاملة. طب انا بستعمل القفلة الغير تامة دي في الالحان بتاعتي في ايه? ساعات انا بنهي سطر من سطور اللحنية. جملة لحنية بعملها وهعمل جمل تانية بعدها. مش هقفل الجملة اللحنية اللي في الوسط دي بقفلة تامة. بقفلها بقفلة نصف تامة او قفلة غير تامة. وبعدين اكمل بعدها جزء تاني او جملة تانية وبعدين في الاخر خالص بقى في اخر اللحن خالص في اخر سطر في الموسيقى الكلاسيكية هتلاقي الكورد غالبا خمسة اولى. باطلع من الخمسة وانزل على الاولى. سواء الكورد ده تلعب كورد كورد او لقيت النوت بتاعته نوت الكورد كانها او كأنها لحن نزلت منها على النوت بتاعة الاساس بتاع السلم او بيسموه التونيك اساس السلم. فاحنا خدنا كده مسافتين. طب هو في مسافة رابعة وخمسة مش تمة? باحنا قلنا اه الخمسة لو انا لو احنا قلنا سي جي لو احنا قلنا سي جي فلات دي بيسموها خمسة نقصة. مسافة كده غامضة يعني مسافة غامضة. واشوفكم الحلقة الجاية مع مسافة تانية. اشتركوا في القناة